اشتركوا في القناة 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 بسحب فعلا طرقة اللطة تسكري ونزيده الدقيق يعني الفانيو الدقيق نخلط العجينة دينا نجمع بأطراف الأصابع ونجعلها ترتاح قريبا واحد ساعة في كل لاجة من بعد سنسرحوها فوق من واحد البابيس الفريدي على شكل مستطيل يعني ستكون على شكل كلها نسرحوها على شكل مربع أو لمستطيل ونديروها في اللطة ونطقبوها وندخلوها كلها هكا كل فران يعني كطيب مجموعة كلها مفهومة للتراك اي مفهومة تتكيب بهب اللون دي لها اللي عفيا من يلا تتكيب بهب اللون دي لها وكان خرجوها ونمجدو النوقة دي لنا بنسبة لنوقة عنا في هذا بنسبة لنوقة عندنا جوج معلقة دي لسل هم ثلاثة معلقة دي لجليكوز جوج معلقة دي لثاني دا دا أيما معلقة الكبار جوج معلقة الكبار دي الزبدة كاس دي لتخين فخش مئسين قرام دي لفوضة ليس له ميتوّي جرام ديال اللوزيفيلة ميتو تغرام ديال القرقاء مهرمش غن ناخده واحد الكاترونة غنانديروه فيها الاسل معه الجليكوز معها ساندة يعني جوجل مع الق، ديال الاسل و جوجل مع القضية الساندة و تلاتة مع القليكوز غنانديروهم في كاترونة الهاتف يعني التكيدوه في كامل عناصر و تحجموه عادي كنزيدوه كجوجل معلق ديال الزبدة يعني في المقادير المعرق الزدة كنزيدوهم حتى يكشكشلين الخليط ويبضيق عاد كنزيدو حلا غنوشدو الكغامر كنزيدو داككاس ديالا كخيف خاش كخيف خاش لي كيل يعني سوى ديال الطياب سوى ديال الحلويات اللي دنا إذا جربتهم بهم جوجغة كيشم زيانين سوى ديال الطياب سوى ديال عطره ديال الحلويات كناخدو منه كاف وكنزيدو الى هاد الكريمة وكنحرقو كنحرقو زيان تكينساجموه بدا يتقال مشي كيتقال وكيكي كيختار من بعد كنخيدو من فوق البوطة وكنزيدو هاد اللوز اللي عندنا إفلي عندنا محمر معوانو وكنزيدو الفواكه المأسلة وكنزيدو داك 100 كرام بلكرقاع مهرمش كنخلطو كلشي يعني كانبردو شوية وكنخوي فوق من ديكلابات اللي عندنا طايبة الليكلابات كلها كانتصرحوها فوق منها عاد كندخلوها عوتاني الفران يعني ديقنو كانتا تاخدو الطياب ديالها فوق من صابلي في الفران أخذها في فرانك تذهب لنا ذاك اللوزي في لي يعني كتتحمل وكتشد لنا النوغة فوق من الصابل طافي كنخرجوها وكنخليوها ما كننسوها شتلغد لي يعني الليلة كاملة عاد كنأخذوه وكنقطعوه بكساعة كتعاونا أننا نقطعوها ما كتفرسس موالي كتبت ليلة كاملة كتكت بردم زيان عاد كنقطعوها ونشوفوا القياس ديانا يعني ديروا مربعة صغر ومن بعد كنحطوه عرق كديراقيا ومن بعد إينا بغيناك نزينو بالشوكولات خطيطات من الفوق أو لكن نخليوها نعمل بحالة تاكيبة نفيادو كلوينة ديان فواكي المعسلة واللوزي فيلي من الفوق وبالصحة وراحل السماء الله يعتك سحة تبارك الله عليك الله يبقى سيكتغد نشوه إن شاء الله للغريبة بالقرقات هادي إيه عنا فيها بالنسبة للمقاديرين 250 جرام ديان الزبدة واحد يوغورت فاني مكان يعني يوغورت فاني جوج أصفر للبيض مهجل أصفر للبيض مهجل و150 جرام ديان الزبدة والدقيق 250 جرام الدبدة يوغورت فاني جوج أصفر للبيض ضيد و150 جرام ديان الزبدة وفاني أحد Perige كنخلطو الأجينة دينا ايدي كنخدموه الزبدة مع السكا كنزيدو داك اليوغورت ونزيدو الز pokemon جوج advades ونجمعوا بطاقة العجينة لا تكون العجينة طابلة عادية من بعد عندنا القرقاء عندنا قريبا القرقاء مقصوم على جوج وعندنا لسل واللوز نطلقه مقلي ومهرمش فاش نفندوها من اللي طيب غادي ناخده العجينة دينا كان ناخده جاد قوائرة صغيرة يعني جاد غريبة صغيرة كان نضطوها في الدينة مزيان وكان ديرو ديك نصف قرقاء يعني بحالة غادي مشيوها بدك القرقاء صايل نقدرو نديرو القرقاء صايل وجربتها بالقرقاء صايل وجربتها بالقرقاء ومخلص يعني بالعقدة ديالة ولكن مهمت هرمشم ومخلص معها بالعقدة ديالة وكان نخلصوها معه advance وكان نخلصوها مع هذي القرقاء وكان نشيفو بهذه الغريبة ولكن ديادة معروفة بالقرقاء الوقودية كتلقائها الากرقاع يعني كان ديرو عجینا نبصوها في الدينة كان ديرو ديك نص قرقائمة وكان اQLW عليها هو ديك الاجينين كان ديرو غريبة بالأحسن تكون لابت الغريبة رقيقة باش بلنا ذيك الرجاء عملها مزيان وكنديروا الغريبة ديالنا كاملة في اللاطة وكندخلوها للفرن طيب اللي كي يدهب اللون ديالها كنخرجوها وكنغدسوها في العسل او اللي كنتدفوها في اللاطة وكنخلوها لها العسل كيف ما بغينا مهين خستها تشرب ذاك العسل وكنزوها مباشرة كنمرمدوها في اللوز نسلق ومقليوه مهرمش او اللي غير كندردروا عليها من الفق وكنديروها في القواطات باش اللي تتقرب قلينا في القواطات ايه وهكذا ملي كتعطي كتلقى يعني طبقات ديال اللوز مع اللابات ديال هذا عاد كتلقى القرقعة عملها تايا كتجيرا ايه نبتح حلوية القرقعة حتى هم مزوينين الصراحة ايه كان بيتغيروا المداقات ايه يعني مفياس المقة ديالكتيرة بمسبة الجينة وكتعطي كمية كتيرة يعني كتعطي تقريبا تبصيل ديال 3 كيلور فات اهم غديمشوا ان شاء الله الكونافة اللي تايا غا تكون عبارة على دوازتها كتكون في تلات طوات ديال دوازتها غا تيحتاجوا فيها بالنسبة للكونافة نتسكلوا ديال كونافة ربعة ديال الزبداء عادية غا تندوبوها بتتولين وازيب اهم نحتاجوا هالكونافة ايه عما بلنسبة العقضة عما العقضة ديال اللوز غا تناخدوا ربعة ديال اللوز سنصحوه بخمار ونحمره في صران ! وتتحنوه مع 100 غران دا لمعضرة لولوز وجدوه مع 100 غران دا لقدم معلقة زهر لقدم بعض القرفة ومزهر وعند معلقة زبدة معلقة زبدة توجد عقدة لولوز يعني كتجمع لنا فيما بغينا وعندنا فواكي مثلا أو لا اللذيفة للدين غادي ناخده بالنسبة للكونفا غا ناخده ما غادي نقطعه هما ولا يعني كناخده أشريطة طوال يعني لحسب القياس اللي بغينا ولحسب المولات هنا غادي نستعمل المولات ديالي كابكي كدوك صغير وريد هدوكي كيكونوا ببعض الشيصر طلاقة أو لا نقدر نديروا هاتوك المولات ديالات أي مول غير باش كي يشد لنا لا فور أو لا نقدر نحطها في اللاتة مباشرة بحالكات يعني روكان كتشتس يشبه ايه فعلا او لا ديال سيليكون اه يعني ديال سيليكون ديال الطولة حتى ما نقدر نحطهم فيهم غير باش كي يشد لنا لفور وما كيتشتش في فران يعني غادي ناخده واحد شارك ديالي كونفا يعني غير رقيق يكون طويل وكان اخده نرشون زيان بزبطان واضح ونديروا صبعنا من الواسط وكان دوروا لي هدك شارك يعني بحال لك نديروا دياليك تقضاء من الواسط ومن بعد كان اخدو ديالك كونفا مباشرة كان نحطها في ذاك المول أنا غنصف لك الفيديو ان شاء الله سنططح الصورة المتامعات وغادي نديروا واحد لعقدة يعني واحد القويرة ديال العقدة دياللول ونديروها في ذاك الواسط اللي خاوي هذا يعني كتكون الليكونفا ضايرة بها وذيالك العقدة من الواسط من بعد كان ديرو ديالك الفواكه المعسلين من الفوق او اللي لزيفل يعني لحسب الاختيار و ندخلها في كل مولات طيب لنا في الفران دائما الفران ديال الكنافة أو ديال الورقة كيكون الافية ميلة تقريبا واحد خمسة وربعين دقيقة يعني حتى تتحملين الكنافة مزيان من الضاخل ما كتبقاش خطرة يعني كلها كتكون في لون واحد من البعض كنخرج الكنافة ديالنا غنكونوا ديجة وجدنا واحد القطر او لسيرو مشان سقوها أن جوج كسان اللي فيه جوج كسان ثاني ده مع كثب ديال الماء و نسلو بالفراني يعني غادي نديرو فكاترونة غندير جوج كسان ديال تاني ده مع كثب ديال الماء حتى كيغلوهم مزيان و عاد كنزيدو عليهم فرانية و نخليهم يبردو غير كنخرجوا ديك الكنافة من فران كنستفوها فوق من شيش بقا و نديرو فوق من هذا يعني كنسقيوها مزيان بسيرو من بعد كنعودوا نصف يو داكسيرو نخوي فوق منها تكتشرب مزيان و نقدموها مع حلوية هاكا بحل في البلاتورة كجيراقية كجيراقية في المنظر ديالها و نجو اللي سنة الصبيعات بالقهوة و الكورنفليكس اللي سيبغي الماداق تلقى هو في الحلوة ايه كجيراقية بالقهوة و الكورنفليكس انا ميتين وخمسين قرام ديال زبدة ديال بوطة أولى ديال لعباء انا كاس ديال نشا كاس ومس ديال سقار قلاصي جوج البيضات معلقة صغيرة ديال روحة القهوة من الأحسن ديال روحة القهوة كيكونكون صونت خيمزيان كيعطي للمكا ديال قهوة ديال و مخصص ان معلقة ديال كاكاو مكان كتروجي باش كي جينا غير ذاك اللونيين الخفيف ديال ديال الحلوة يعني غير معلقة ديال كاكاو و عنا الدقيق حسب الخالج عنا ميتين وخمسين جرامز كاس ديال نشا كاس ومس ديال سقار قلاصي جوج البيضات معلقة ديال روحة القهوة و معلقة ديال كاكاو و الدقيق حسب الخالج ما فيها لخمارة للتحر يعني كنديروها صبيعات يعني العجينة تكون بحب ديال صعب لي عادية يعني ما تكونش دائما صابرين نحاولوا اننا نديرو الدقيق شوية بشوية ايه باش نتحكمو فيها باش نتحكمو فيها غادي ناخدو نديرو فيها صبيعات صغار و ندخلوهم الفرال راح تايمة كتحتاج فيها بزاف كندخلوها غيب تكت قبط فراتها مزيلا و نخرجوها و نكونوا نمدو بين شكولات البيض نغطسوها في شكولات البيض و نعمدوها في الكورنفليكس نهلمش يعني ناخدو الرقائق ديالتورة كنهلمشوهم مزيلا و نعمدو فيهم هاد طبيعات ذيال ديال الحلوة ايه باش كي يجي و بقى نمشي و نقدموها بالصحار راحة الله يعطيك صحات بارك الله عليك الله يبارك في كل سنة نمشي و ننشاء الله واحد صبلي بالبخاليني عندنا بالنسبة للصبلي عندنا فيه رابعة ديالزبدة عادية كاس ديالسكر غلاسي نصف كاس ديالزيل ميات قرام ديالبخاليني ديالالور راح كيتباع اولا نقدر نوجده كيف كانوا نوجده بخاليني العادية يعني كان حمروا اللوز اولا كان كاراميلي زيو و كانت طحنوا و وصخون باش كعطانة ديالبخال ديالاملو يعني كان حفاجوا منه ميات قرام ديالبخاليني تلوز جوج معالق ديالكاكاوي يكون مر يعني الاسود و جوج اصفر البيض و الدقيق حسب الخالق ناجون العجينة ديالنا عادية كان قطعوها بالطابة يكون دائري و من بعد كان ندوزوا لها الفوق في بيض البيض يعني هنا يقدر نجوج نجوج بيض البيض و نديرو في اللوز مهرمش و ندخلو على الفران هنا يعمل لك الطيب اللي الحلوة و نجوجه واحد الكاراميل يعني هذا الكاراميل اللي نجوجه نقدرون نفقه بيه اي طابل اللي عندنا انه غاد نوجد الكاراميل لديه في كاس ديال لسل يكون عادي بلا منستماته يعني كاس ديال لسل الكاثرونة فوق بامغي مهرمش و نضيده واحدة اشيء قطع ديال شوكولات البيض شوكولاتي يعني اذا الشوكولاتي عادي و نضيده معلقة صغيرة ديال الروش البخاليني او اللوز معلقة كبيرة ديال البخاليني او اللوز او اللوز ايه اللي كنخلطه العناصر كلها كعطينا واحد الكاراميل رائع يعني كنديروني في واحد يجي يتقيش شوية عقد بذك البخاليني كنديرو شوية يعني كنديرو شوية الملغط كندورو طابل لدينا باش يخلطينا ذاك الكاراميل شوية الغط و نخليه التكي يبرد و كانت تضمن لسنا تحورها تبارك الله عليك ايه وحا ايه تفضلي يعني كتجيره بمداقات مختلفة يعني انه هدي كتجيره يعني بالنسبة للصباح يعني متعجب السيدات ان شاء الله انه بالنسبة للطبقة هنما ما الولا غ Birbir كتتجيره يعني كنديرو يعني كنديرو كتجيره نزيدوا البانيا و信ي معه وبطقاء كنخليوها ترتاح وكنن لبسوها للمون اللي بغينة يعني كاري مدوار اللي بغينا كنطفو وكنديرو الفرشيطة وكننمشي ونديرو الطبقة التانية طبقة التانية اللي هيها تكون عبارة على الكمفيتور يعني اللطات ديانة بعدما كنسرسوها في المون من الأحسن كنديروها تكلاجه تكتب ربما زيان عاد كنخرجوها كنتقبوها بالفرشيط وفق منها واحد الكيمية الكونفيتور الفرنبوز يعني اللي كيكونوا فيه الطريفات اولا ديال فريز انا كنفضل هذا ديال الفرنبوز كيتواته مع القرقاء غادي ناخدوا واحد يعني طبقة لعبة ترية من هاد الكونفيتور يعني طبقة فوق من هاد الابات عادي كانوا وجدوا الطبقة الثالثة اللي غادي نحتاجوا فيها ثلاثة دلبيضات يوغورت فاني ميس جرام ديال القرقاء متحون كاس معا مرش ديال ساندة يعني كاتل لاروب ديال ساندة كاتل لاروب مخلطة بين زيت وزبدة من اللي احسنة نخلي زبدة حتى تولي نوازي تكتع في واحد لوبوزوين بالنسبة للكيك يعني كاس معا مرش مخلطة بين زبدة وزيت 150 جرام ديال دقيق وخمارة واحدة يعني كانوا وجد الكيك العادي مباشرة كان خوي فوق من هاد الكونفيتور فوق من العباط يعني كان دير هاد الكيك فوق من الكونفيتور لا تتخلط موال وديرها سرحنا مزيح فوق من العباط وازدنا عليه هاد العجين ديال الكيك الفوق من بعد غادي نوجدو الانانات معلب يعني كل شي كيد خلد مرة الفران كي يقعب كان اخدو الانانات معلب يا كل سنة ايه كان اخدو الانانات معلب كانت تفوق من ديك الكيك وكانديرو القرقع مهرمش وكاندخلو لاطارت ديالنا الفران يعني كطيب على عافية مهيلة حتى كطيب مزيان وكانخرجوها وكاندهنوها مزيان بالنطاج وكاندخلوها بتحرح لتناء وكاندخلوها مزيانة كطيب رائع تنزج الادواق اللي فيها فعلا بواز والانانات والقرقع كطيب رائع جدا وكاندخلوها حتى كتبريد من ديان من الاحسن تبكليلها كاملة دائما بالنسبة للطاة من الاحسن تبكليلها كاملة مزيانين وبتحرح لتناء وقبل عدينا وكل الخير تبارك الله عليك نشكرك على توصلك معنا وعلى مشاركة ديالك المميزة جدا بهذه الحلويات ديالعيد اللي اختارتهم لنا بعناية باش يكونوا في متناول جميع السيدات فلاي تيكس حشف نعيمة ام عسى من اقادير مشكورة جدا على كل هذي الحلويات ديالعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة